السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم بدنا نشرح اداة اي باي باس البرو الاداة بتشغل اي جهاز بشبكة بتعمله تخطي حساب الاي كلاود بشبكة رح نشرح طريقة تثبيت الاداة طريقة العمل على الهاتف طريقة تفعيل الحساب او السيريال للجهاز ياريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد وياريت نتفعل باللايك يا جماعة اللايك بيساعد على انتشار الفيديو اول شي رح اترك لك رابط موجود بالوصف بتحمله ورح تظهر عندك الملفات بالشكل هاد بتفك ضغط ملف اللي هو 2.0 بتكبس كبس يمين عليه وبتعمل اكستراك في برنامج ونرور بصير عندك الملف بالشكل هاد تضغط عليه كبستين دابل كليك بفتح عندك بالشكل هاد تفتح الملف تفتح معك الشاشة بالشكل هاد بتعمل التالي والتالي 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 لغاية ما يعطيك finish وتخلص تثبيت الاداة تثبيتها سهل بس تالي 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 وخلص بظهر عندك ايكونة بالشكل الموجود امامكم انا اللي اني مثبتها مسبقا فظاهري زي ما انت شايف الايكونة ما بتحتاج انك توقف تقوم بايقاف الانتي فيروس ولا بتحتاج انك تعمل اي شي من هاي الشغلات بعد ما تقوم بتثبيت الاداة تفتح الاداة بالشكل هاد ننتظر لغاية لتفتح الاداة هاي هي الواجهة للاداة زي ما شايفين الواجهة بسيطة جدا مجرد ما فتحت معك الاداة بتعطيك معلومات الجهاز اللي انت شابكه انا شابك ايفون 6 اس فظاهر المعلومات الامامكم اول خطوة بتعملها بتروح هنا مكان السيريال نمبر وبتضغط ضغطة واحدة بيعطيك انه هوك انت نسخت السيريال نمبر هاي اول خطوة بتعملها بعدها مباشرة والجهاز بوضع التشغيل بتضغط على انتر ريكافري مود هنا راح توجهك الاداة راح تحول الجهاز على وضع الريكافري مود الان بيحكي لك الجهاز جاهز لعملية البوت بدنا نحوله لوضع الديفيو مود بيحكي لك اضغط باور مع هوم عشان يتحول لوضع الديفيو مود هنا نجهز بعدها منضغط ستارت نضغط الهوم مع الباور ومننتظر عشرة تسعة تمانية نرفع ادينا منضغط على الهوم تمام هون زي ما انتم شايفين اعطى تعالامة هون اعطى جهاز تمام اوكي وبلش يعمل عملية جيلي بريك ننتظره لغاية ما يكتمل العملية طبعا الاداة ميزتها انه مش بس سعر الاداة سعر تفعيل اجهزة بشبكة سعرها كثير مميز هلا رح تعرفو رح نعمل مقارنة فيه الاداة كمان بتحكيلك جهازك منفع او لا كيف يعني يعني ممكن جهازك انت مسكر اي كلاود وتيجي تفتحه على اداة اي كاي اللي بتفتح بشبكة تتفاجأ بعدين انه الشبكة ما اشتغلت طب كيف ما اشتغلت انا فاتح مع شبكة فتطلع المشكلة انه جهازك مسكر من الشركة الشبكة مش من يعني الشركة مسكرة على الجهاز الشبكة يعني تابع لشركة في رايزون اي تي ان تي كده فالموضوع مش بس تخطي اي كلاود عندك في الجهاز فهاي الاداة بتنبهك هون بيطلع لك مسيج بعد ما تخلص هاي المرحلة اذا كان جهازك مسكر محل الاخضر الموجود هون بيكتب لك انه جهازك مسكر شبكة بعطيك سيم لقد فخلص هون بيكون يعني انه ما رح تشتغل الشبكة حتى لو عملت اكتف فاذا انت عملت اكتف تعمله انت بتقدر تعمله بادوات ارخص من هيك بدون ما تحتاج انك تفعله لانه مش رح يتشغل معك في شبكة كيف بدي افاعل السيريال تبع هاي الجهاز الاداة طبعا في المرحلة هاي الجهازك بكون جاهز بتفتح على السيرفر وبتروح على المقارنة رح نعملها من هون لكن بلايس اوردر رح يكون من هون يعني انت لما تجدك تطلب الاوردر تطلبه من بلايس اوردر وبتختار الخدمة اللي بدك اياها وتعبي السيريال نمبر اللي احنا نسخناه ونبعته ولكن بالبداية بدنا نعمل مقارنة عشان تعرف شو الفرق بين هاي الاداة واي اداة اخرى لو نزلنا للاخر هون واجينا على هذا الجهاز اول جهاز 6S 6S Plus تكلفة تفعيله بشبكة خمسة دولار لو طلعنا لفوق شوي واجينا على اداة اي كي براي واجينا على 6S 6S Plus منلاقي هون تفعيله 8 دولار و 59 سنت لو رجعنا نزلنا دا الاسفل ورحنا على جهاز 7S Plus منلاقي هون تفعيله في هاي الاداة 9.33$ لو طلعنا على اي كي منلاقي هون انه تفعيله 22 دولار و 67 سنت فرق ضعف و شوي 7 7 Plus 21 دولار و 67 اتخيلوا هون 9 دولار و 33 لو اجينا على ايفون 8 هون 20 دولار نيجي على اداة اي كي منلاقيها 30 دولار و 30 سنت لو اجينا على ال اكس هون بال اي كي منلاقيها 38 دولار و 34 سنت لو اجينا هون على ال ال برو رح نلاقيها 24 دولار و 71 سنت طبعا زمان انتم شايفين فرق بالاسعار كبير والاداة فعالة و شغالة و جربناها و خلينا هون نكمل و نعمل place order للطلب و نيجي هون و ننزل لتحت شوي و نختار ايفون 6 اس اللي هو 5 دولار بتفعل مع شبكة اللي هو 6 اس وال 6 اس بلس نيجي هون منعمل اللسق بعدها منضغط على order مجرد ما ضغطنا على order هاي رابط تحميل الاداة زي ما هو موضح امامكم هون بتقدر تحمله من هون مجرد ما ضغطت على order ال order راح يستغرق تقريبا 5 دقائق ل 10 دقائق بتقدر تتابع ال order تبعك من خلال order و امي order في هون بتقدر تتابع حالة الجهاز وتعرف انه تمت العملية او لا هذا الجهاز اللي احنا شغالين عليه انا عملت له هاي سيريال نمبر اللي هو نفسه سيريال نمبر تبع الجهاز اللي احنا شغالين عليه زي ما انتم شايفين هون عملت العملية و اعطاني هون سكسسفولي و اعطانه هون ريجستر سكسسفولي هيك بيكون لما يعطيك زي هيك بالاخضر بيكون خلاص تمت العملية مباشرة بيضل عندك شغلة واحدة انك تروح على الاداة والجهاز بعد ما احنا جهزناه بوضع التشغيل وبس منضغط على active device بيعطيك انه تمت العملية بنجح فقط لا غير زي ما شفته فرق الاسعار كبير خصوصا الايفون 7 و 7 بلس كتير ناس عندي بالسيرفر بياخدوا خدمة 7 و 7 بلس وبصراحة الفرق راح يكون كبير بالسعر يعني النص اكثر شوي اي اداة منشوفها فعالة منشوفها اوفر راح نشرحلكم اياها مباشرة وما نتأخر عليكم ولا بأي معلومة زي ما شايفين الجهاز فتح وهيك الجهاز بفتح معك بشبكة بشكل كامل هذا الخطأ اللي طلع من هون طلع من الكابل لاني ما عملت هون اوكي مباشرة زي ما انتم شايفين الجهاز فتح بالكامل طبعا هاي الاداة بتفعللك جهازك بشبكة ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو نراكم في فيديو قادم واي شخص عنده اداة تفتح بشبكة حب نعمل عليها فيديو اسعارها كويسة يا ريت يبعتلنا اداة اش هي عشان نضيفها على السيرفور زائد انه نشرح عليها فيديو ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته